وقه رئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بمشروع التجلل الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين بحيث تصبح تلك البقعة مقصدا عالميا للزائرين من شتى أنحاء الأرض جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حيث اطلع رئيس السيسي على تطوير سير العمل في سد جوليوس نيونييري لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا والذي يعد أطخم مشروع تنموين يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات سير العمل في سد جوليوس نيونييري لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا الذي ينفذه تحالف شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك بإشراف الحكومة المصرية ويعد أطخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا حيث يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حاليا في البلاد ومن ثم يمثل نموذجا يحتذا به في التعاون المثمر الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الإفريقية كما شهد الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية في عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين الجديدة بالإضافة إلى متابعة المشروعات المتعددة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التكامل المستمر بين التحديث والتنمية في كافة ربوع الوطن جنبا إلى جنب مع استعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة وصون الطابع الخاص لجميع المواقع ذات القيمة التاريخية على مستوى الجمهورية كما اطلع كذلك على مستجدات العمل في مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين في سيناء حيث وجه سيادته في هذا الشأن بالاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع بحيث تصبح تلك البقعة المتفردة مقصدا عالميا للزائرين من شتى أنحاء الأرض وذلك من خلال مواصلة تنفيذي تلك المشروع المتكامل الذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية ويحافظ على التراث المعماري ويعلي من القيمة الروحية للمنطقة كملتقى للأديان وأرض للسلام ترجمة نانسي قنقر